ألف اللواء عدل لبيب وزير التنمية المحلية المحافظين بالبدء فورا في صيانة وترميم 49250 مدرسة عن طريق الإدارات الهندسية في المحافظات بدءا من الصيانة البسيطة وحتى إعادة بناء المدارس قال الوزير في بيان اللو اليوم إن ذلك يتي تنفيذا لخطة الحكومة لصيانة وترميم وإصلاح المدارس لتهيئة البيئة المناسبة للتلاميذ في كافة المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية مؤكدا أنه سيتم إغلاق أي مدرسة تكون بها خطورة على التلاميذ